أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب معكم رولا حيدر أدعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات لا نبرح أرض الكنانة ولا نفارق الحسابات الوطنية اللوذعية الألمعية المهلبية بل نستمر مع منشوراتها وأخبارها التي تروج للإنجاز والإعجاز ومن ذلك ترويجها الفيديو قالت إنه للجسر المصري الجديد الذي يربط بين قارة آسيا وإفريقيا في أقل من 20 دقيقة فلنشاهد سويا الفيديو الذي نشر أول مرة في الثالث والعشرين من شهر مايو المنصر حقق مشاهدات كبيرة جدا وأعيد نشره 1200 مرة وبالطبع نرجو أن نتمنى أن تبني مصر جسرا جويا لا مش جويا جسرا بينها وبين السعودية ونأمل أن يكون للقطارات والسيارات وأن تنقل فيه البضائع وأن يستخدمه الركاب وأن تتكامل سائر دولنا العربية إلا أنه بالبحث عن آخر مستجدات مشروع جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر لم نجد أنه تم اتخاذ أي خطوات فعلية وأن ما تم الإعلان عنه عام 2016 هو مجرد مشروع لم ينفذ على الأرض الواقع بعد كذلك بالبحث عن المصدر الأصلي للفيديو وجدنا أن هذا الفيديو ليس جديدا بل نشر عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية وكل فترة يعيد نشره بهدف تجديد الأمل وتصليط الضوء على المشروع الذي ما زال حلما على الورق عجبكم الموت؟ بالبحث وجدنا النسخة الأصلية للفيديو وهي تعود لعام 2018 وتوثق جزءا من العمل في مشروع جسر الشيخ جابر بن أحمد الصباح بالكويت وحسب المصادر الكويتية فإن العمل على الجسر بدأ عام 2013 وتم الانتهاء منه عام 2019 وهو يربط بين مدينة الكويت ومدينة الحرير الجديدة لا سعودية ولا مصر ترجمة نانسي قنقر